فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وسيكون حديثنا هذا اليوم حديث مهم حول أمر غاية في الأهمية هذا الحديث سيدور حول أنماط الشخصية الإنسانية تعلمون بأن الله عز وجل خالق كل شيء قال جل وعلا الله خالق كل شيء والله جل وعلا خلق الإنسان وعلمه البيان يقول جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان وربنا جل وعلا دع الناس جميعا إلى أن يتقوه وذكرهم بهذا الخلق قل جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا خلق الله جل وعلا الإنسان من تراب من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الله جل وعلا هذا الإنسان وجعله من أعجب المخلوقات ولذلك للأسب الشديد بعض الناس يعجب من خلق السماوات ويعجب من خلق كذا وينسى نفسه والله جل وعلا يقول فلينظر الإنسان مما خلق قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولذلك الإنسان مكون بمجمله من جسد وروح من جسد وروح هذا الجسد هو هذه الجثامين أما الروح فآية من آية الله جل وعلا ولذلك قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل للروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله جل وعلا ذكر النفس البشرية في آيات كثيرة بل أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل قل جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قل جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بالنفس اللوامة النصوص كثيرة في هذا الأمر ولذلك إخواني وأخواتي هذا الإنسان في واقع الأمر يتميز بأنواع متعددة وأنماط متنوعة من حيث الشخصيات والمسلم مطالف في واقع الأمر بأن يعتني بشخصيته ويبنيها بناء عقائديا أخلاقيا سلوكيا على ما أراد الله جل وعلا وعلى ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ما جئنا إخواني وأخواتي إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل نجد بأن القرآن الكريم ذكر السمات العامة للشخصية الإنسانية فقسمها إلى ثلاثة أقسام عندنا الشخصية المؤمنة وعندنا الشخصية الكافرة وعندنا الشخصية المنافقة أعذنا الله وإياكم من الكفر والنفاق و سورة البقرة بل صدر سورة البقرة بل أول سورة البقرة أشار إلى هذه السمات الثلاثة فالآيات الخمس الأولى من قوله جل وعلا ألف لام ميم إلى تفلحون هذه كلها جاءت بذكر سمات الشخصية المؤمنة سمات الشخصية المؤمنة بالنسبة للشخصية الكافرة جاءت ثلاث آيات يعني تشير إلى الشخصية الكافرة لماذا؟ لأن الشخصية الكافرة هي شخصية جاحدة معاندة منكرة أو أنها تعبد غير الله وتجعل له أندادة ولذلك هي واضحة كما أن الشخصية المؤمنة واضحة من حيث الإيمان فهي طاهرة الباطن والظاهر من حيث العبادة من حيث الإيمان من حيث العقيدة كذلك الشخصية الكافرة الشخصية الكافرة السمى البارزة لها عدم الاعتراف بوجود الإله أو الاعتراف به مع جعل أنداد معه شركاء يصرف إلي العبادة مثلا أو العناد مثلا ولذلك الكافر سمي كافر لأن يجحد الآن المزارع يسمى كافر لماذا؟ قالوا لأنه يكفر الحب ما معنى يكفر الحب يعني يغطي الحب طبعا هذا في لغة العرب ماكو المزارع كافر لا المزارع المؤمن مؤمن لكن كاشتقاق اللفظة كافر يقول أنه يكفر الحب ما معنى يكفر الحب؟ الحب يعني يغطيه الكافر العقائدي هو الذي يغطي الحق يغطي الحق ما يبغى الحق يدفنه و يغطيه هذا المعنى العجيب وين؟ العجيب إخواني و أخواتي في قضية الشخصية المنافقة نعوذ بالله سمات الشخصية المنافقة جاءت 13 آية تقريبا في ذكر الشخصية المنافقة لماذا؟ لأنها شخصية غريبة و هذه الشخصية في الواقع خطرها عظيم لماذا خطرها عظيم؟ لأن الصورة الظاهرة هي مؤمنة الصورة الباطنة هي كافرة فهم يتسترون بالإسلام و يبطنون الكفر و النفاق و العياذ بالله و لذلك يقول جل وعلي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم القول الذي يقولونه من الشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الدعوة إلى الأخلاق كذا كل هذا كلام في الهواء كلام لا رصيد له من الحقيقة لماذا؟ لأن القلوب كافرة القلوب ظالمة و مظلمة و لأجل هذا فضحهم الله عز وجل 13 آية في سورة البقرة يعني صفات سمات الشخصية المؤمنة خمس آيات الكافرة ثلاث آيات و المنافقة 13 آية و كشفوا بيانوا و إظهار حتى لدرجة أنه تغلغوا إلى هذه القلوب فأظهرها الله عز وجل بشكل عجيب جدا و جاءت سورة التوبة و سورة براءة حتى سماها بالعمر و غيره بالمقشقشة قشقشة المنافقين جعلت سرائرهم ظاهرة و عملت عملها في المنافقين حتى إن الأمور التي تقاسيم الوجه و أيضا المشاعر التي لا يستطيعون إخفاءها أحيانا و تظهر بتقسيمات على الوجه فضحتهم سورة التوبة و كذلك فضحتهم سور أخرى و لذلك نجد مثلا سور في القرآن تتناغم مع هذه الشخصيات مثلا الشخصية المؤمنة عندنا سورة اسمها سورة المؤمنون سورة المؤمنون الشخصية الكافرة مثلا عندنا سورة اسمها سورة الكافرون شخصية المنافقة مثلا عندنا سورة اسمها المنافقون و هذا لا يعني بأن ذكر هذه السمات يخلو من بقية السور و الآيات لا موجود لكن الأسماء لاحظ تشير إلى ماذا تشير إلى معاني وتشير إلى مقاصد عظيمة جدا بالنسبة للشخصية المؤمنة نجد بأن شخصية عجيبة جدا فالله عز وجل أثناء المؤمنين ورسم لهم خارطة إن صح التعبير في قضية المحافظة على هذه الشخصية أهم ما في الشخصية المؤمنة أنها دائما شخصية إيجابية الشخصية المؤمنة التي دانت لله و اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر و أنه الوحيد المستحق للعبادة و أن القلب هذا خالي إلا من الله جل وعلا من حيث التأله و التنسك و التعبد و أن العبادة كلها لله و أن الأمر كله لله هذه الشخصية في واقع الأمر إذا ما تأملنا في النصوص نجد بأن القرآن بأن كتاب الله عز وجل يأتي فيضرب على وتر الإيجابية يعني الشخصية المؤمنة شخصية حية شخصية فاعلة مؤثرة فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الناس في واقع الأمر في أموات في سورة أحياء أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالله جل وعلا أحيى بهذا النبي الكريم الناس أحياهم الحياة ليست الحياة الجثمانية الحياة الجثمانية بيد الله لكن الله جعله سبب من أسباب حياة قلوبهم الإيمانية و أرواحهم ففاتح الله به أعينا عميا و آذانا صمى و قلوبا غلفة و لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صنع الله عز وجل صنع به من هذه الأمة شيء عجيب آية و معجز هؤلاء الموتى في يوم الأيام أصبحوا سادة و قادة و إلى الآن هم أنجم يعني أنجم درية و كواكب مضية في هذا العالم رضي الله تعالى عنهم و أرضاههم و المقصود بأن السمات الشخصية المسلمة المؤمنة الإيجابية يقل جل وعلا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ها لاحظ هذه مسألة فريضة وَلْتَكُمْمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيْأَمرُونَ بِالْمَعْرِوفِ و ينهونَ عن المنكر قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للنأس كنتم من الكينونة و الصيرورة وليست من كان فعل ماضي ناقص لا كنتم من الكينون والصيرورة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر لاحظ كلمة تأمرون بالمعروف كل خير فيما يتعلق بأمور الدنيا والدين تنهون عن المنكر هذه الشخصية إيجابية حتى أن الله عز وجل لما وصف المؤمنين ماذا قال قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بمعنى أن المؤمن إيجابي فاعل مؤثر ينشر الخير ويدعو إلى الخير حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم هذا عام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولذلك أهم ما يمثل الشخصية المؤمنة بالله عز وجل الموحدة له جل وعلا المتبع لنبيه عليه الصلاة والسلام هي قضية الإيجابية أيضا فيما يتعلق بقضية يعني السمة أيضا بارزة في الشخصية المؤمنة التعاون على البر والتقوى يقول جل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانُ من خلال نصوص القرآن نجد بأن ما يميز الشخصية المؤمنة أولا الإيمان 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 ما هو الإيمان أن تؤمن بشيء قد غاب عنك تصدق بشيء قد غاب عنك لأنه ما يمكن أن تقول والله أنا مؤمن بوجود هذه الورقة أو بوجود هذا المكتب مثلا أو بوجود هذه الكاميرا أمامي هذا ما يسمى إيمان هذا لا يسمى إيمان الإيمان أن تؤمن بشيء قد غاب عنك قد غاب عنك هذا الإيمان ولذلك العلماء يقولون الإيمان هو قيلة التصديق وهذا معنى عليه ملحوظات طبعا يقول بعض العلماء الإيمان هو الفهم الدقيق عفواً الإيمان عفواً هو قدر زائد على التصديق الإيمان قدر زائد على التصديق يعني جاء تنصوص قال يفقه قولي أيضا في نصوص أيضا في السنة تشير إلى هذا المعنى الإيمان من حيث الاصطلاح متبق عليه بين أهل الإسلام وهو أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ولذلك ربنا جل وعلا في أول سورة البقرة ماذا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا أول سمة من سمات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات إذن هذا أول شيء وهو إيمانهم بالغيب الإيمان بالغيب هو الاستسلام لله جل وعلا في كل ما أخبر عنه هذا المعنى والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه والعمل على وفق ذلك فهناك اعتقاد في القلب كل ما في القرآن مما أخبر الله عز وجل عنه مما مضى ومما سيأتي من الأشياء التي لا نراها فهو حق لا ريب فيه والإنسان يعمل على مقتضى ذلك الإيمان بالله الإيمان بالله من حيث أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته جل وعلا الشهادة له بأنه واحد جل وعلا وأنه لا معبود حق إلا هو الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة والعمل على مقتضى ذلك على مقتضى ذلك ليست القضية قضية لسان فقط لا نعمل على مقتضى ذلك الإيمان بالله ملائكة الله عالم غيبي عالم لطيف خلقه الله من نور روحاني ينزل ويصعد لهم وظائف الإيمان بالملائكة وكتبه أنزل الله كتبا على أنبيائه ورسله ذكر بعضها في القرآن وبعضها لم يذكره وجعل القرآن مهيمنا على هذه الكتب وناسخا لها وكما أن الله ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام كذلك نسخ الكتب السماوية بهذا القرآن وتكفل بحفظه جل وعلا أيضا الرسل الرسل عددهم كبير لا يعلمهم إلا الله عز وجل أخبر الله عن الماضين وأخبر الله عز وجل عن خاتم المرسلين ولذلك نؤمن بهم ولا نكفر بأحد منهم يعني إيماننا بواحد يلزم إيماننا بجميع الأنبياء فكما أننا آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونعتقد بأن سيدهم هو محمد عليه الصلاة والسلام أيضا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان أيضا باليوم الآخر طبعا هناك جملة من التفاصيل فيه يعني مثلا الإيمان بعذاب القبر بنعيم القبر هذه من السمات للشخصية المسلمة التي يتميز فيها عن الآخرين فالمؤمن يقف على قمطرة التسليم لله و لرسول الله فالإيمان باليوم الآخر ليس فقط هو يوم القيامة قبل ذلك ما يتعلق بالحياة البرزخية الآن القبر حياة لكن حياة ثانية حياة الدنيا حياة البرزخ حياة يوم القيام هذه الحياة فيها نعيم و فيها عذاب أسأل الله تعالى يجعلنا و إياكم من أهل النعيم و أن يعيدنا و إياكم من عذاب القبر و من عذاب الجحيم نؤمن بذلك نصدق نصدق بذلك لماذا؟ لأننا صدقنا هذا النبي بأعظم منها كذلك ما يتلو ذلك من طبعا يوم القيامة من الصراط و من الميزان و من الحساب و من جمع الله الخلائق و بعثهم من قبورهم قبل ذلك ثم الخلود الأبدي السرمدي و ليس هناك من دار إلا الجنة أو النار تعالنا الله و إياكم من أهل الجنة هذه سمة بارزة و مميزة للشخصية المسلمة عن بقية الشخصية عندك غير المسلم لا يؤمن باليوم الآخر و لا يؤمن بالله و من آمن منهم بالله فهو إيمان ناقص إيمان فيه شرك فيه خلط المنافق أصلا يقول بلسانه ما ليس في قلبه هو يوافق في الظاهر خوفا منك أو رغبة في مصلحة أو شيء لكن في باطن قلبه هو يكفر بمثل هذه الأشياء مما يميز أيضا الشخصية المسلمة التزامها العبادة فالمسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل الإيمان قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالجوارح و الأركان و لذلك جاءت النصوص في القرآن كثيرة تشير إلى أن مما يميز المسلم عن غيره المؤمن الشخصية المؤمنة عن غيرها هو التزام العبادة فكما أنه التزم الإيمان فهو يلتزم العبادة في سورة نفس السورة التي قرأناها سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة الله أكبر و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون لاحظ يقيمون الصلاة يزكون هذه الشخصية المسلمة يلتزم العبادة و لذلك أول أمر في القرآن هي في قول الله عز وجل يا أيها الناس و عبدوا ربكم الذي خلقه و الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون هذا أول أمر في القرآن أمر الله عز وجل به الناس أن يعبدوا الله و العبادة تشمل التوحيد الإيمان بقية الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عبادي و خلقي يقول النبي عليه الصلاة و السلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إتاء الزكاة و صام رمضان و حج البيت هذه الشخصية التي تميز المسلم جاءت النصوص إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحة تواصل بالحق و تواصل بالصبر آيات كثيرة جدا نقرأها في القرآن كلها فيها العمل الصالح إذن هذا الإيمان المسكون في الصدر و المتربع على عرش القلب يظهر في هذه العبادات و الأعمال و لذلك ما يمكن ما يتصور أن مؤمنا بالله عز وجل و باليوم الآخر ليس عنده عمل لا قلبي و لا لساني و لا جوارحي ما يتصور أبدا فالإيمان هذه سمة بارزة للمؤمن و كذلك العبادة يأتي بالعبادات و العبادات كما لا يخفاكم سهلها الله عز وجل و يسرها على العباد فهناك من العبادات ما تجب على الإنسان إلا مرة واحدة في العمر و أنتم تعلمون ما هي هي إيش؟ الحج الحج مرة واحدة في العمر هناك عبادات ما تجب في السنة إلا مرة واحدة و هي الصيام نصوم شهر واحد فقط في في السنة و كانت و 12 شهر و كله خير لنا كله خير لنا يعني بدنيا و قلبيا و روحيا و ذهنيا و الشأك و صحيا كل هذا خير لنا في النهاية و نحن لا نفعل هذا لأجل هذه الأغراض لا هي تأتي أصلا لكن نحن نتعبد الله عز وجل به هناك عبادات ما تجب إلا ب يعني بشروط في العام الواحد بشروط معين الزكاة الزكاة ما تجب على كل أحد إنما تجب على أرباب الأموال و أيضا في أصناف معينة في النقدين بهي مثل العام خارج من الأرض من الحبوب والثمار و أيضا عروض التجارة و فيها شروط أيضا لازم أن تبلغ النصاب و يحول عليها الحول كامل عندنا الصلوات الخمس الصلوات هذه عجيب أمره و هي تجعل يعني المسلم مرتبط بالله عز وجل لأن الأصل الإنسان ما يمكن أن يستغني عن ربه ولا طرف تعين المؤمن بحاجة إلى ربي في كل لحظة و لذلك تأتي هذه الصلاة لتجعل المسلم و التصق بهذه العبادة العظيمة و يكون قريب من الله عز وجل يدعو و يتضرع إليه و يبتهل إليه و ينطرح على عتباته و يتعرض لنفحاته و يسأله جل وعلا و أيضا من شرح صدره و يكون هناك شيء من يجد النور و الأثر لهذه الصلاة على قلبه و روحه و بدنه تجد سبحان الله أهل الصلاة الحقيقيين طبعا و ليس التقليديين يمكن بعض الناس يقول كيف تقليدي؟ نعم تقليديين في ناس يصلي ما يدري والله لماذا صلى و لماذا رجع ما يدري يشافل مع الناس مع الخيل ما عنده أبدا يقول أنا ما أشوف اللي تقولون عنه هذا اللذة و السعادة و انشراها الصدر و الطمأن يقول ما أشوفها إيه لأنك تقليدي أن تتقلد الناس يصلون رايح ما شاء الله معهم و جاي معهم و بعض الناس يصلي و ناسه شلون و ناسه؟ متى ما اشتهى يروح يشوف الجماعة و الناس و بالمسجد يروح يصلي و إذا ما اشتهى ترك الصلاة لا الصلاة سماها الله إيمان قال جل و على و ما كان الله يضيع إيمانكم الصلاة صلة بين العبد و ربه الصلاة جميع الأنبياء أمرهم الله عز وجل بها و أمرهم بأن يأمروا أهلهم بها و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى الصلاة شأنها عظيم كان النبي عليه الصلاة سمع إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال يلجأ إلى الصلاة يحتمي بهذه الصلاة ينشرح الصدر و لذلك خمس صلوات أيضا موزع على وقت في ترتيب عجيب تجعلك في واقع الأمر قريب إلى الله عز وجل و تجعلك أيضا يعني كلما جذبتك الدنيا أتتك هذه الصلاة لتجعل حياتك مبنية على التوازن الحديث له بقية لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون أحياكم الله من جديد أخواني و أخواتي ما زلنا مع أنماط الشخصية الإنسانية و ما زلنا مع الحديث حول الشخصية المؤمنة و ما يميزها عن الآخرين ذكرت بأن مما يميز الشخصية المؤمنة عن باقي الشخصيات أنها مؤمنة بالله و ذكرنا الإيمان و أنها قائمة على العبادة و الطاعة و الإتيام بفرائض الله عز وجل و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق و ما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقول جل له يا أيها الناس عبدوا ربكم و الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون نصوص كثيرة أيضا مما يميز الشخصية المؤمنة فيما يتعلق بقضية إلا التزامها بالأخلاق الأخلاق ذلك جل وعلا و عز و يقول و إنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم و النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعدت لأتم مصالح الأخلاق يعني الشخصية المؤمنة التي بناؤها سليم قائم على ثلاثة أشياء قائم على التزام الإيمان قولا و اعتقادا و عملا التزام العبادة استجابة لله عز و جل و للنبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء من الفرائر و الابتعاد عن المحرمات و النواهي و الأمر الثالث الأخلاق و الأخلاق في واقع الأمر هي الصورة الظاهرة المنبثقة في واقع الأمر عن الإيمان الباطني عن الإيمان القلبي لأن الإنسان له صورتان صورة شكلية ظاهرة هذه الجثامين و الصور و الأشباح و الأشكال هذه سمى الصورة الظاهرة الصورة الباطنة هي صورة القلب الإيمان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم فالمؤمن في واقع الأمر كما أنه يعتني بظاهره حيث النظافة و التجمل و تزيّن و تطيّب و غير ذلك عنايته بباطنه أعظم لأن هذه الصورة الباطنة انعكاسها في واقع الأمر على الظاهر يكون من خلال الأخلاق الأقوال السلوكيات التصرفات هذه كلها تأكس ما في قلب المؤمن و لذلك يتميز المؤمن عن غيره أيضا فهذا الدين هذا البناء العظيم للشخصية المؤمنة ما يعني يجعل شيء يطغى على شيء جاءت الشريعة بالإيمان و بالعبادات كذلك جاءت بالأخلاق قل جل وعلا إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذا القربة و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون آية عظيمة تؤسس للقواعد قواعد الأخلاق قواعد الأخلاق و إنك لعلى خلق عظيم خذ العفوة و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين آيات كثيرة جدا لست حقيقة في مجال تفصيلها و يعني استقرائها و جمعها لا أنا أذكر عنوين عريضة قواعد عامة فيما يتعلق بنمط الشخصية المؤمن إذن هذا مما يميز المؤمن كذلك مما يميز المؤمن العمل العمل يعني بمعنى و هذه مسألة غاية في الأهمية المؤمن يعني ليس بذاك الذي ينزع إلى الكسل و الخمول و التواكل و الدعا لا المؤمن هذا النصوص القرآنية و الحديث النبوية و سيرة النبي عليه الصلاة و السلام في واقع الأمر تعد وقود محرك للإنسان في قضية استثمار الدنيا و السعي من خلالها للآخرة و لذلك للأسف الشديد لدينا مفاهيم مغلوطة عند بعض من يكون قراءاتهم ناقصة أو من يتلقف شبهات غير المسلمين و يبدأ يذيعها يعني يزعمون و يتهمون مثلا الدين الإسلامي بأنه لا يدعو إلى العمل و لا إلى التطوير و لا إلى الترقي في مجال الدنيا و هذا كذب هذا افتراع على دين الله عز و جل ديننا دين عمل دين سعي بل ربنا جل وعلا سوى بين التجارة و العمل سوى مع الجهاد في سبيل الله و آخرون يضربون في و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله أين نحن من هذا بل قدمها على الجهاد في سبيل الله قدم الضرب في الأرض والتجارة وكسب المال والعمل في الدنيا على الجهات في سبيل الله هذه الآية واضحة في مثل هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا ومر شاب مسرع إلى السوق وغمزه بعض الصحابة قالوا يعني لو كان هذا في سبيل الله يعني هذا السعي والركب فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم درسا فيها قال إن كان يسعى على نفسه أو زوجته وأولاده ووالده فهو في سبيل الله هذا في سبيل الله أيضا الشريعة دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض الصحابة لتعلم يعني جملة من الصناعات الموجودة عند الآخرين الرسول عليه السلام ما كان يرفض أنه يأخذ من الآخرين ما لديهم من تقنات أو ما لديهم من تطور مثلا في جميع المجالات الذي يشرح لك هذا ما وصل إليه العالم إبان فترة عز الإسلام ما وصلوا إليه من التطورات حتى قال بعض المنصفين بأن كل ما هو موجود الآن من العلوم الدنيوية الذي وضع أسسه و قواعدهم هم أهل الإسلام من وين جابوا أهل الإسلام هذا الأمر؟ لأن الشريعة تدعوهم إلى ذلك و لذا أجل هذا يقول جل وعلا و قل اعملوا فسير الله عملكم و رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهاد اعملوا ما ينبغي أن نقف يعني عند هذه اللفظة و أن نفسرها بوجه واحد نقول الله أعملوا العبادة صحيح تحتمل العبادة لكن الواقع بأن أعملوا تنصرف إلى أكثر من معنى فيما يظهر و من ذلك العمل الدنيا و فيما فيه نفع للإنسانية و للبشرية و للمسلمين و فيه محافظة على حياة الناس و دنيا الناس و فيه تطورات بعيد عن الأشياء التي هي مخلة و مفسدة للناس هذا مما حقيقة يعني يتميز فيه الشخصية المؤمنة كذلك مما تتميز به الشخصية المسلمة الإيجابية المتنامية الإيجابية المتنامية لذلك دائما المؤمن في جميع أحواله تجده إيش يترقى في مدارج الكمال و حتى في أمور الدنيا و ما الذي يمنعه يعني الآن الشريعة لا تمنع الإنسان يقف عند حد معين من العلم العلم الشرعي العلم الدنيوي يترقى و يكتسب هذه العلوم و الفنون حتى في التجارة يعني الإنسان الآن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغ عنده المال مبلغ عظيم وصل إلى مرحلة كبيرة جدا في قضية التجارة و المال و ما أحد قال هذا حرام عليك و هذا ما يجوز و قالوا له أنت بكرة ميت و مخلي هذا المال مثلا ما أحد يقول مثل هذا الكلام في عهد الصحابة عثمان رضي الله عنه إمبراطور مالي إن صح التعبير و لكن كان ينفق في سبيل الله يخدم الإسلام حتى قال أنه سلم ما على عثمان ما فعله بعد اليوم عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن عوف هؤلاء أباطرة المال من الصحابة رضي الله عنه لكن هذا المال اكتسبوا من حله و ضعوه في حله نفع الله بهم الدين و الإسلام و الملة و البشرية كان لهم إسهامات غاية في العظمة لما جاء عام الرمادة الذي أصبح أهل الإسلام في شدة و ظنك و حصلت وفيات كثيرة بسبب هذا العام الذي عام قحت و محل و لكن يأتي مثل هؤلاء الصحابة الأفاضل الأكارم الأماثل فيسهمون إسهام كبير في التيسير على المسلمين و التيسير على الناس و تفريج كروبهم و الضائق التي حصلت و النازلة التي وقعت فيفتح الله عزيزي و لذلك أردت أن أقول بأن المؤمن شخصيته التي تميزه أيضا فيها تنامي يعني لا يقف عند حد معين عندنا العلم مثلا العلم الشرعي لا يجوز لأحد أن يقول اكتفيت أبدا و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا و قل ربي زذني علما الإمام أحمد رحمة الله عليه يطلب العلم و هو في آخر حياته ما زال يطلب العلم و إذا سمع بعالم أخذ المحبرة و الورق و القلم و ركض و راءه حتى لامى بعض الناس قالوا إلى متى؟ أنت لمام أحمد؟ قال من المحبرة إلى المقبرة بمعنى أن عندنا كل شيء المؤمن ما يتوقف عند حد معين و دائما المؤمن في ترقي لا في نزول يعني للأسف الشديد الآن بعض الناس تجد وصل إلى المرحلة ثم يبدأ دركات ينزل ينزل دركات لا المؤمن يترقى درجات و يرتفع في العبادة في الإيمان في العلم الشرعي في كل شيء حتى في أمور الدنيا الشريعة ما تأمر يعني ما عندنا نص بأن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة و أنه يقف عندها ما يسعى لغيره ما عندنا شيء صحيح تأمر بالإخلاص تأمر بالاتزان هي ترشيد لأن الإنسان يضيع حينما يتخلى عن الإيمان يضيع حينما يعني تغيب عنه الأخلاق يضيع ربما يرتكب محرمات الوصول إلى غاية معي لا هو يمشي بطريق متوازن قضية التجارة سمعتم والله نص قرآني والله الذي بلغ يعني رصيده مليون يتوقف ما سمعني بالعكس الشريعة تدعو الرسالين يقول نعمل مال الصالح للرجل الصالح نعمل مال الصالح للرجل الصالح وعندنا نصوص كثيرة في مثل هذا الأمر طبعا الشخصية الكافرة ذكرت لكم بأنها جاءت فيها في أول سورة البقرة ثلاث آيات هي واضحة شخصية قائمة على الكفر على الجحود على العناد لذلك المسلم يتميز عنها ويتفاصل معها هذا المؤمن الشخصية المنافقة يعني هي في واقع الأمر لما جاء الإكثار من ذكره لأن حقيقة شخصية المنافقة فيها خطورة لكون يتعيش بين المؤمنين تعيش بين المسلمين الشكل مسلم لكن الباطن كافر والعياذ بالله مثل عبد الله بن أبي بن سلون وجماعة عبد الله بن أبي هم أصلا جاحدون هم يجحدون يكفرون بالله عز وجل لكن لسبب أو ما أظهروا الإسلام وأبطنوا وأبطنوا الكفر مثلا يعني ربنا جل وعلا ذكرهم في القرآن وذكرهم في القرآن حتى يتجنب حتى تبقى الشخصية المسلمة يعني محافظة محافظة عليها حتى تبقى الشخصية المسلمة بعيدة عن السقوط فيما يتعلق بأخلاق وصفات الشخصية المناف مثلا ربنا جل وعلا قال عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله أكبر نسأل الله العافية السلام المرض ليس مرض حسي إنما مرض الكفر مرض النفاق القلب هو الوعاء الذي فيه البذرة بذرة الإيمان بذرة الكفر بذرة النفاق فيه وذلك كان يشير إلى صدر يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا في قلوبهم مرض ذكر الله عز وجل هؤلاء بأنهم مرض قلوب المرض ليس عضوي وأنه مرض عقدي مرض عقائدي أيضا عندهم المكر والخداع والمواربة وعدم الاستقرار على شيء ولذلك الشخصية المنافقة لا يمكن الوثوق بها لماذا؟ لأنهم أهل مكر خداع ورياء وأهل مواربة وأهل يعني انقضاض متى ما أتيعت لهم الفرصة ولذلك يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء هذا 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 وصف للشخصية المنافقة مما تتميز به عن المؤمن المؤمن لا ليس عنده رياء وليس عنده مكر ولا خديعة وليس عنده تذبذب لا وإنما عنده ثبات واستقرار أيضا الإفساد في الأرض مفسدون في الأرض يعني متى ما إن وجدوا فرصة ينفذون من خلالها لإشاعة الفاهشة لإشاعة الشر لطعم في الإسلام لتوهين الدين مثلا إضعافه محاولة إرباك المؤمنين الإرجاف بينهم ما يترددون لأجل هذا يقول جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا من أخطر حقيقة الأم وعندنا قصة الإفك نموذج لهذا الإفساد الذي كان يمارسه أو تمارسه الشخصية المنافقة باعتبارها شخصية طبعا هي شخصية لكن ينضي تحتها أفراد الشخصية المنافقة هذه حرفتها حرفتها الإفساد في الأرض النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة من سفراته معلوم لما انقطع عقد لعائشة وذهبت استحر القوم هي ذهبت لحاجتها ثم فقدت العقد وما وجدت معروف القصة فمر بها أحد الصحابة الذين كان يخلفهم وراء الجيش حتى يحملوا الشيء الذي يسقط وكذا وكان صفوان بن المعطل صفوان بن معطل السلمي رأاها فحملها على ناقتها من دون أن يمسها وعرفها بحجابها وذهبت إلى المدينة والأمر طبيعي هذه أم المؤمنين لكن المنافقين استثمروا هذا الحدث فأرادوا الإفساد من خلاله بث الشائعات والإغراء الضعفة والبسطة ووشي الكلام وإشاعته ونشره فكان الأمر طبيعي ثم بعد ذلك قدح وزناد الشر وتولى كبرها عبد الله بن أبي ابن سلون فأصبح من أكبر المفسدين في الأرض وتشرت القصة وهي رغم مرارتها وجعها وألمها وشدتها وشدة وقعها على النمسلم وعلى الصحابة وعلى الناس جميعا لكن الله جعلها فيها خير كبير وعظيم هؤلاء المندسين بين المؤمنين زاد حنق أهل الإيمان عليهم حتى لا يكون هناك شيء من الولاء معهم لأن بعض الناس قد يعني تميل به عاطفة القبيلة القرابة العائلة مثلاً لا هنا تأتي مفاصلة أيضاً قضية تزكية عائشة رضي الله عنها تقول عائشة والله إني لا أحقر في نفسي أن ينزل الله فيه قرآن عشر آيات تبرع عائشة رضي الله عنه يا لها من منقب عظيمة تقول كنت أظن أن الله يري نبيه رؤية في المنام فتنزل عشر آيات في سورة النور تبرع عائشة رضي الله عنه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أظهر الله جل وعلا جملة من صفاته البشرية التي يعني تشير إلى أنه بشر من البشر اللي نرى ميزه بالرسالة وميزه بالنبوة عليه الصلاة والسلام أخواني وأخواتي الحديث وشجون والجعبة مثل ما يقولون ملأة والحديث عن أنماط الشخصية الإنسانية عموماً الشخصية المؤمنة تهديداً له حقيقة ذيول وأطراف وتفاريع لكن الوقت أدركني أعدكم إن شاء الله في اللقاء القادم في يوم السبت القادم بإذن الله أكمل الحديث حول قضية أنماط الشخصية الإنسانية والتركيز على الشخصية المؤمنة حتى تتجافى وتجانب باقي الشخصيات التي أشار إليها كتاب ربنا جل وعلا أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال أسألوا جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق ألتقيكم غداً بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر